اشتركوا في القناة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد تلقينا بالبالغ الاسف نبأ محاولة الاعتداء الاثم الذي استهدف مدينة الرياض باطلق صاروخ بلسي من اليمن والتي نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي الباسل في اعتراضه واسقاطه من دون سقوط اصابات واننا اذن نعرب لسموكم عن بلغ السنكارنا وايدانتنا لهذا الاعتداء الغاشم الذي يتعارض مع كافة القيم والشرائع السماوية والمبادئ الدولية والانسانية لنؤكد مجددا موقف البحرين الثابت المؤيد بقوة لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها معبرين عن بلغ اتزازنا بروح التضامن ووحدة المصير المشرك التي تربط بين بلدين وشعبين الشقيقين مؤكدين بان مثل هذه الاعمال ستزيدنا اسرارا وتصميما على المضي قدما في دعم كل عمل يسيء الى الدود عن حياظ الامة العربية والدفاع عن امنها وكرامتها نسأل الله عز وجل ان يحفظكم ويرعاكم وان يحفظ بلدنا المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الامن والسلام والاستقرار والرخاء بظل القيادة الحكيمة لحضرة اخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم خليفة بن سلمان الخليفة رئيس زراء مملكة البحرين